عدنا سنين و سنين نقول احنا ما بنجسدش بطولات القوات المسلحة المصرية احنا بنعملش اعمال عسكرية احنا ما بنعملش اعمال فنية عن الشهداء وعن العظماء وعن العبقرة اللي موجودين في التواجدات الامنية المصرية على قوات الصعقة على قوات الجيش على كل هؤلاء الابطال كل هؤلاء الشهداء السنة اللي فاتت دي أو لمدة سنة ونص عندنا أعمال بتطلع واحد وراء الثاني طلع فيلم الممر وهذه الأيام في رمضان مسلسل الاختيار تعود سيرة الشهيد أحمد المنسي الناس بتتداول الاسم مرة أخرى بنحكي لعيالنا والأطفالنا والأجيال الجديدة والقديمة والناس اللي موجودة ونذكر المصريين والعالم أن هناك أبطال قدموا أرواحهم فقط من أجل أن نهنأ من أجل أن نكون سعداء من أجل أن نكون في أمن وأمان وما عندناش أي مشاكل ونعيش حياتنا ونقدر نكمل هذه النفحات اللي موجودة هذه الأيام عاملة حالة من حالات الفخر حالة من حالات التدبر عاملة حالة من حالات أن أنت تبص تاني في حياة الناس دي أنه بقى فيه عمل فني بيعالج الأبعاد الشخصية والأبعاد الفنية لهذا الشهيد العظيم حضراتكم تعلموا أنه كان زابط من الزباط الفلتات زابط فلتة حقيقة يعني الوحدة بتاعته ووحدة الصعقة 103 وهو استشهد في سيناء 2017 عنده 40 سنة زينة شباب الجيش المصري طبعا زي ما أرجع وأقول كنا دايما باللوم الفن والفنانين الآن تعود الأعمال الفنية وزي ما كان الرئيس النهاردة بيتكلم مع وزير الإعلام قال له أنا عايز الإعلام يثبت المبادئ أنا عايز الإعلام والرئيس لما بيتكلم على الإعلام ما بيتكلمش على الأخبار والتوك شو لا يتحدث عن الإعلام بالكامل هذا الجهاز الذي يلتف حوله المصريين والعالم العربي كل مساء فياجب أن أنت تبث فيهم القيم والمبادئ والأحاسيس بالوطن والأحاسيس بأن أنت تقدر تعرف يعني أرض ويعني أن أنت ما تفردش في تراب بلدك كل هذه الأشياء هامة جدا يستطيع دائما عمل فني أن يترجم هذا الأمر وزي ما دايما بقول محدش يعرف صلاح الدين الأيوبي غير من أحمد مظهر محدش يعرف أفلام أكتوبر غير من الرصاصة لا تزال في جيبي محدش بقى بيعرف الحروب بتاعة الاستنزاف غير من الممر الآن هذا المسلسل الاختيار بيخليك تعرف أبطال نفسينا كانوا بيعملوا إيه ترجمة نانسي قنقر